ان شاء الله نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثالث سنوي هناخد النهاردة لسونز ثري اند فور من الرواحدة السبعة هناخد الجرامر بالتفصيل ونحل على ده كله اسئلة وزي ما تعودنا بنقول السبب بتاع الحل كل ده و اكتر معنا النهاردة خليكم معانا بعض الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس ساعة المية اونلاين لو ديت اول مرة لك معانا ونورتنا في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك للفيديوهات القادمة ان شاء الله ولو ما كنت شوف الفيديوهات اللي فاتت من شرح كتاب المعاصر للصف الثالث سنوي هيظهر رابط قائمة تشغيل شهر حمانها للصف الثالث سنوي في اعلى شاشة انا بتكلم او اسمها لك في الوصف اسفل الفيديو او هثبتها لك في الكومنتز في التعليقات اسفل الفيديو مدرعة التام بسيط ومدرعة التام مستمر انا اتكلم الاول عن مدرعة التام البسيط سواء active وباسم طبعا من مبني المعلوم او ايه او مبني المكون نبدأ الاول اول حاجة active مبني المعلوم معناها جماعة ان الجملة بدأ بفاعل والفاعل ممكن يكون طب لو هتجي معها في التصريف الثالث طب لو هي وشي وات ممكن تكتب جنبها هناك او اسم مفرد يجي معها هذا وتصريف الثالث يبقى جنبها في كتب اسم الجامع هو جنبها اكتب اسم مفرد مثلا انا بيتفاعل انا بيتفاعل طيب عمر عمر اشترى بعض السيديهات عمر فاعل ازبط الفعل المدرعة التام وصم سيديه لها المفهول تمام طبعا نعايز اخلي الجمل ديت مبني للمجهول تمام بدلا اخليها مبني مجهول يبقى لازم اعمل ايه لازم اجيب الجملة بدأ بمفعول بعد المفعول اجيب هاف او هاز واجيب بين وتصريف ثالث بس ابدأ بالمفعول الجملة اللي فاتكت ايه ازان المفعول فين بعد الفعل يبقى فيلم يبقى فيلم يبقى هنا افلم طيب واحد يقول لها مصر يقول هاف بين واتش طب هو الفيلم مفرد ولا جامع لا مفرد يبقى اقول هاز ازان هاز دي التتبع اللي جاي قبلها على طول يبقى فيلم هاز بين واتش ممكن اقول باي مي او ما اقول هاش حاولت اي الى مي طيب لما كنت بقول عمر انا عايز المفعول اللي هو صام سيديز بدأت بيها طيب كان بقول لي هاز بوت هقول لي هاز برضو لا هقول لي هاف عشان سيديز هنا جامع يبقى هاف وجبت بين من عندي بروت تمام وبعد كده كلمة ايه باي عمر تمام هو كان هنا كان نكتب هنا بوت وخلى هنا بروت مش هتفرق بقى ممكن اقول هنا هاف بين بوت تمام استخدامات المدرعة التام البسيط تمام بقول لك هنا اول حاجة اول استخدام المدرعة التام التعبير عن احداث او مواقف غير منتهية يعني بدأت في الماضي ولسه ما خلصتش لما اقول مثلا ايه كمان من يعتبر من تعريفات المدرعة التام اول حاجة التعبير او رقم اتنين التعبير عن مواقف حدثت في الماضي دون ذكر وقت حدثة مورتش حصلت امتى يعني وده بيجتمل على ايه خبرات سابقة اه ممكن التعبير عن انجز او حقاق الفاعل او احداث منتظر او متوقع نشوف الامثلة كده ايه الخبرات السابقة بقى لما اقول هي طبعا شغالها في المدرسة دات لعدة سنوات اذا عندها خبرة من العمل في المدرسة انا ما عنديش اي خبرة سابقة من لعب الانجليزي تمام طب اللي معبر عن ما انجزه او حقاق الفاعل حتى الان لما اقول والله يا بنت تعلمت ازاي تكلم انجليزي she can speak english now هي بتدر تكلم انجليزي دلوقتي اذا ان دلوقتي بنكلم عليها حقاقه نهو اتعلم انه ازاي كلم انجليزي ودلوقتي بيكلم انجليزي كويس طيب احداث منتظر او متوقعة القطار لم يصل المحطة حتى لا معنى كده نحن منتظرين ومتوقع نوصل في اي وقت تمام طب رقم ثلاثة في تعريفات المدرسة التام التعبير عن احداث او مواقف في الماضي ولها اثر على الحاضر وركز جملة الاصر تكون في المضارع تمام لم اقول ايه i have eaten a lot of food so i feel very full والله انا اكلت ايه طعام كتير so لذلك انا بشعر بالايه ان انا شبعان يعني full طيب التعبير عن احداث او مواقف قابلة للتكرار ممكن اتستخدم التعبير الزمنية ازاي كلمة this morning, this week, this month today, in the last year i have drunk two cups of coffee today والله اقول لك انا شربت النهاردة في الجنين قهوة معنى الكلام ده i can drink more cups of coffee today يعني ممكن اشربت تاني لان اليوم لسه مخلص طيب التعبير عن المستقبل بعد رابط الزمنية ممكن استخدم مضرعة بسيط لنفس الغرض او مضرعتها ازاي after my father has left او ممكن اشيل خلص i will ask mom to give me more money اقول لك بعد ما هو طبعا غادر طبعا ايه غادر المنزل يعني انا ايه اسأل ماما ايه انها تديني بعض المهن خلي بقى اه كلمة هنا جاي لك i will ask في جزء تاني من جملة ما ينفعش بعد افتر اجيب بقى اي حال من الاحوال المستقبل بعدها ام المل بقى جيب ايه لا في جزء تاني من جملة اللي بيجوه هراها هي بسيط يا تا يا مضرعة بسيط يا مضرعة تا طيب ايه الفرق من have been to فاكرينها has gone to have been to زابة الى مكان وعادة منه have gone to زابة الى مكان ولم يعو تمام خدناها كتير الجملة دي طيب نشوف نقطة تانية لاحظ بس خدام الظروف التالية مع المضرعة التالية just already recently lately yet حتى الان ده كلها مضرعة التالية يا جماعة لما اقول لك the manager had just left the office just جد بين الاتنين وبين هذا وهذا في التصرف التالية المدير لسه مغادر حياة للمكتب we have visited some friends lately or recently احنا لسه او احنا زورنا اه بعض الاصدقاء مؤخرا او حديثا احمد hasn't done his homework يعني احمد لم يكن بعمل واجب حتى الان ويت بتجي في نفو الاستفاة ده أنا كلام تشرحنا في ترميل اولاني يأتي بعد for المدة الاستغراق حدوث الفعل يقول لك مثلا for a moment for a while for two seconds for three minutes for half an hour for five days for six months for ten years for a decade for two centuries for ages for a long time for a short time for the last for ولكن بعد for بقول لك نقرأ as long as i can remember for as long as i can remember يعني على قدر ما اتذكر وبعد كم نقول لك for long المدة طويل لم يقول مثلا i have had this mobile for ten years والله انا معا مبالده باله عشر سنين he has been here for six months وهنا بقاله ستة شهور تمام طيب ايه كمان بقى بالنسبة لمدرعة التام اول حاجة يأتي بعد since تعبير زمني يدل على توقيت بداية حدوث الفعل بيجي بعد since تعبير زمني يدل عليه بداية الحدوث مش عاوز المدة بتاعته لم يقول since ممكن اقول since since monday since mors since summer since last month since then since arrival الوصول since his departure الروحيل since his birth الميلاد since الوفاة ممكن تكتمنوه كمان since his marriage زواج تمام مثلا لم اقول i have lived in this flat since 2015 والله انا عايش في الشهاد من ساعة 2015 he has been here since may والله هو هنا من شهر ماي رودين has lived in this town since her birth والله رودين عايشة في المدينة ديات من ساعة الميلاد بتاعها اللي فات كنا بيجي تعبير زمين وراها طب لو جبت جملة كاملة هتبقى ماذا بسيط او مدرعة تام لما اقول i haven't eaten anything since i left home this morning انا مكلتش حاجة من ساعة ما خرجت من منزل هذا الصباح ممكن اقول since i have left قلت من صح ممكن استخدم مدة زمنية بعد since مشارط استخدام ago بعد مدة زمنية بس شرط اجيب معها ago احنا بدأنا المشروع ده من عشر سنوات مضت اذا لما جاب since وراها مدة زمنية اجيب 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 تذكر بقى خلي بالك بقى ان بقى ودي بين ونبدأ نفكر في القاعدة ومش واخدين بالنا لان وطبعا تعبان لانه طبعا كان شغال طول اليوم لاحظ ممكن استخدم صيغة تارية عشان اسأل على وقت بداية الحدث لما اقول since when have or has واجيب فعل وتصرف تان لما اقول since when have you lived in اسوان عمر يعني من امتى يا عمر انت عايش في اسوان for how long have او has واجيب الفعل وتصرف تالت لما اقول for how long have you lived ان اسوان عمر يعني هنا عايز يقولك ان عمر ما زال يعيش فين في اسوان يعني ايه يعني بقى لك عد ايه يعيش في اسوان يا عمر طيب لما اقول how long have you lived يعني عمر لا يزال يعيش في اسوان برضو لما نفس المعنى برضو كم طور المدة اللي انت كنت عايش او اللي انت عايش في اسوان يا عمر تمام طيب لاحظ برضو انه ممكن اقول بس هنا هجيب برا مضو بسيط بقى يعني هنا يقولك يعني كم طور المدة اللي انت عشتها زمان في اسوان يا عمر اذا هو لم يعود يعيش في اسوان تمام يبقى الوحدها مدرعة تان لكن اصبع يتعبر عن مواضي البسيط نجي بقى مقارنة جميلة جدا بين مدرعة التام ومواضي بسيط عشان فيه اول حاجة في المدرعة التام باهتم بنتيجة الحادث لما اقول اصبحوا مفلسين والكلام ده برضو قلناها يترمي الاولان تمام لكن لو هكلم في المواضي البسيط انا باهتم بالحادث نفسه يبقى زي لما اقول حادث من فترة قصرة لغاية فاقول لكن حادث تم منذ فترة معينة فاقول الفترة اصبح مضو بسيط فاقول حادث قد يعدل ممكن اعدله ممكن اغيره يعني لانه قابل للتغيير اقول انا ما شفتش محمد صلاح ابدا في حياتي بس محمد صلاح السعيش ربنا يدي الصحة يعني وممكن اشوفه طيب لما اقول اي دين انت سي بريزين سادات والله انا ما شفتش رأي سادات فده حدث يستحيل تعديله لانه خلاص الله يرحمه سادات مات طيب رقم اربعة في المدرع التام يقول لك حدث تم في فترة ولم تنتابع لما اقول يعني الجو لم يمطر هذا الصباح معنى كلام ده يعني لم ينتهي الصباح هذا الصباح اذا بالتالي الصباح خلص وانا ممكن نكون ايه في وسط التظاهرة او بالليل رقم خمس حدث او عادة مستمرة هو طبعا استمر على حالته وما تغيرش انه عنده اليقى بدنية لكن لما اقول حدث او عادة غير مستمرة فاقول هو كان من عادته انه كان عنده اليقى بدنية معنى الكلام ده اصبح غير رائق بدنيانا الان اخر نقطة في المقارنة منهم يقول لك زمن المدرع التام يعتبر زمن غير محدد في الماضي فلما اقول he has traveled to America انا معرفش بها سفر امريكا ايما لكن يما اقول he traveled to America yesterday اصبح الزمن هنا محدد فبقت ماضي بسيط تمام ملاحظة برضو تانية لما اكون بكلم عن الخبرة الاولى يقول لك لاحظ اخدام اساليب تالية للتعبير عن المرور بموقف او تجربة لأول مرة لما اقول مثلا احمد يعني احمد لم يزور ابدا باريس من قبل يعني وادلوقتي مزرش باريس انا هقول لك امثال على طول عشان طبعا فيه ناس بدي دايق من تكوين القاعد نفسه بيلخبط this is the first time احمد هاز ممكن نقول ايه فرمكم ولا هاش visited باريس دي اول مرة احمد يزور فيها باريس نفس المعنى برضو this is the first time for احمد to visit باريس ودي برضو نفس كلام دي اول مرة احمد هو يزور ايه يزور باريس فبالتالي التلات جمل بيدوا نفس المعنى للمرور بموقف او تجربة لاول مرة طيب لو تجربة مختلفة بقى difference experience يقول لك عشان اميز موقف او تجربة عن موقف سابق اقولها ازاي بيجيب جمل التفضيل بقى فلما اقول this is the cleverest student I have ever seen خبق كلمة ever دايما بتيجي في التفضيل دايما بكلمة cleverest دايما ده امهر طالب اشطر طالب انا شوفته في حياتي that is the most delicious food we have ever eaten ده اكتر طبق لذيذ اكلته في حياتي تمام طيب ممكن نقول بطريقة ثانية ممكن يقول لك I have never seen such a clever student جاب للمرة دي never ما جابش ever ليه يا مصدر ما هو لما يجيب لك ever بيجيب تفضيل لما يجيب never ممكن يجيب مقارنة we have never eaten such delicious food ما كلماش ابدا مثل هذا ليه الطبق اللذيذ ممكن برضه اجيب بطريقة تانية اجيب صفة واسم فقولها ازاي لما اقولك مع كلمة like طبعا لما اقولك I have never seen a clever student like this one يقولك انا عمري اعبا لما شوفت طالب شاطر ازاي الطالب ده we have never eaten delicious food like that فانا جيبت المرة دي كلمة like واجيب وراها this or that or one حتى كمان تمام وبرضو بيدوا نفس المعنى ممكن نستخدم طريقة تالتة او طريقة رابعة هنا بقى يقولك ايه I have never seen a student as clever as this one انا عمري اعبدا ما شوفت طالب شاطر ازاي ده we have never eaten food as delicious as that هنا ما اكلنا ابدا طبق لذيذ زي ده تمام هنا في ايه بيسوهم ببعضهم تمام بس هنا في مقارنة عمبول المكلة اش زيه ابدا يعني طيب ممكن نجيب بطريقة تالتة اجيب المقارنة هنا بقى يقولك ايه I have never seen a student يبقى هنا اكتب عندك ever في التفضيل لكن هنا تكتب هنا نقطة never في الايه في النفي تمام لكن اكتب نقطة ايه ان ال never في الايه في المقارنة يبقى ever في التفضيل و never في المقارنة تمام لما اجيب بقى اتكلم على last experience لاحظ اخدام الاساليب التالية للتعبير عن اخر حدوث للموقف او التجربة لما اقول زمزم hasn't gone out since monday يعني زمزم لم تخرج منذ يوم الاثنين تمام اقولها بطرقة تانية زمزم last winter shopping on monday يعني زمزم اخر مرة راحت shopping كان يوم الاثنين نفس المعنى ممكن اقولها بطرقة تالتة the last time زمزم went shopping was on monday خليبكم استخدام يا جماعة اخر مرة زمزم راحت shopping كان يوم الاثنين وهنا كلام ده برضو ترميه اولان نجيب لي مثال تاني بصيغة تانية يقول لك ايه احمد hasn't made his grandmother احمد ما قابلش جدته since he was on a suit منذو كان فين فاسيو تمام ممكن اجيبها بطرقة تانية او ليه احمد last minute يعني اخر مرة احمد قابل his grandmother جدته when he was on a suit عندما كان فاسيو ودي نفس المعنى برضو بس جيبت هنا وين فجبت مضى بسيط وقابلها تصريف تاني واللي فاتت كنت جبت ايه جبت since فجبت ورها مضى بسيط وقابلها hasn't او haven't وتصريف تاني طيب لما اعوز بقى starting point duration لاحز اخدام بقى السليب التالية عشان عبر عن وقت بداية الحدوث او المدل السفرق لما اقول محمد has lived in Aswan for 21 years محمد عاش في Aswan 21 سنة محمد has lived in Aswan since 1999 لو حسبت من 1999 هتجد 21 سنة يبقى فرجي وراء عدد السنوات لكن سنسجي وراء بداية الفترة الزمنية للpoint in time محمد started to live او living من غير توبقى محمد started living او to live in Aswan 21 years ago هنا جاب لي مضى بسطة عشان ago بدأ يعيش في Aswan 21 سنة مضى it is 21 years since محمد started to live in Aswan يعني عدى عليه 21 سنة من ساعة محمد عاش فين في Aswan نجي بعد كده بقى لمدارع تاهم مستمر present perfect continuous تمام اول حاجة بالنسبة لتكوينه عندي طبعا ببدأ بالفعل فبقول i u z او اسم جمع بجيب معها have been فعل في ING ركز دي جدا بقى ING عشان بيدول على الاستمرار اي زمن في كلمة مستمر يعرف ان تكونوا فيها ING i have been waiting for half an hour انا مستنى بقى لنصف ساعة تمام he or she wait او اسم مفرد مع has been والفعل في ING has been studying English for two years يعني رقاية بتدرس انجليز بقى لقى سنتين وما زالت تدرس تمام ازاي بقى استخدم المدرعة التام المستمر لحظ ان المدرعة التام ممكن نستخدمه من نفس الغرب ازاي يعني دي قلتول على نقطة مشتركة في الاتنين ايمن واشرف بيكلمهم قالهم ساعتين لاخر ساعتين يعني يعني لسه ايه مستمرين حتى الان رضو لم تعمل حتى الان في هذه الشركة لو جبتوا سؤال هل مستر محمد درس لفترة طويلة في هذه المدرسة يعني يعني ما الذي كان يفعل الأطفال في السواني او في الديل الاخرانين طيب في حالة عادة موجود قال لك يكون المدرعة التام المستمر اقصر عمومية ليعني في الاولى الاخر يعني لما يجب لسنس وفور والكلام بيدل على ان حدث بدأ ولسه مستمر حتى اللحظة ينفع مدرعة التام ويفع مدرعة التام مستمر لكن لو ما كان سنس وفور يبقى الأغلب هي بقى مدرعة التام السمر لما أقول مؤخرا هو طبعا بيشعر نوع ليس على ما يراه يعني سارة شافت تلفزيونات كتيرة او عايز شافت بتفرجت شادة تلفزيون لفترة طويلة يعني مؤخرا حسن طبعا بيشعر بيشعر بيقلق بسيط كده عن الوظيفة بتاعته ليزا هاز نوت بين دوينج اكسرسايز او اكسرسايز يعني ليزا لن تقوم بعمل اي تمارين طيب ازاي فرق بقى بين المدرعة التام والمدرعة التام المستمر اول حاجة ممكن هناك نستخدم المدرعة التام البسيط لما دل لما كنا عايز عبر عن حدث يعني تم وله اثر او نتيجة في المدرعة وزي ما قلت الاصر او النتيجة نتكد عن اكتمال او تمام الحدث ركز في دي او بقى لما اقول هو دلوقتي تناول الوجبة بتاعته عشان كده هو شبعان تمام فده مدرعة ايه مدرعة التام طب هنا الحدث تم اللي هو انه كان الوجبة والاصر بتاعها انه هو دلوقتي او نتيجة انه ايه شبعان شايف جاب لك هنا ايه ايز ما قالش ووز ليه جاب هنا ايز بقى لانه لما بقول هنا ايز معنى كده انا بتكلم على ايه على المدارع اللي اصر في المدارعه تمام ركاية ركاية طبعا عملت الوجبة بتاعها طب وترطب على الكلام ده هي دلوقتي تصفتين هتشوفوا تشاهد التلفاز اذا دلوقتي النتيجة او الاصر المترطب جاب في المدارعه كان واش تمام لكن بقى المدارع التام مستمر بدل على حدث له اصر او نتيجة في المدارع الاصر او النتيجة نتكد عن الحدث وليس تمامه يبني الحدث ما اكتملش تمام الحدث ما اكتملش في المدارع التام مستمر لما اقول I have been having meal so there are plates spoons and cups all over the table والله انا ايه انا باكل او بتناول الوجبة بتاعتي عشان كده لما اقول لك انا بتناولت الوجبة بتاعتي دلوقتي على الترابيزة فيه اطباق فيه معالي فيه موجود فناجين all over the table كل ده موجود على الترابيزة تمام لما الرقاية has been doing the house work so she looks very tired رقاية طبعا كانت بتعمل ايه العمل المنزلي فبالتالي she looks very tired فيبدو على انها تعبانة اذا الحدث ممكن يكون ما اكتملش تمام اذا الفرق من الاتنين هو من المدارع التام البسيط الحدث اكتمل ونتج عنه او نتيجته في المدارع المدارع التام السمر الحدث اكتمل والاثر والنتيجة في المدارع بس هنا نتيجت عن الحدث وليس اكتمال للحدث او تمام تمام النطة الثالثة بقى المدارع التام فقط وليس المدارع التام السمر لما اذكروا العدد او الكام مع الكلمات الدل على ايه زي كلمة two او three او mini او few a few few several a lot of lots of all plenty of لما اقول الكلام ده باجيب دول كلهم مع المدارع التام وما اجيبش مدارع التام السمر فلما اقول he has been drinking three cups ده غلط مفرضه ليه he has drunk three cups تمام احنا قلنا حتى قلنا على الحتة ديات ان ايه حدث قبل التكرار وذكرت العدد او لما اقول he has been drinking at least a liter ده غلط مفرضه يقول he has drunk at least a liter i have been meeting many customers المفرضه قال ايه i have been او i have met many customers يبقى التعبيرات الزمنية ده اللي بتدل على العدد او الكمية تيجي مع مدارع التام مش المستمر تمام برضو بنستخدم من درع التام فقط ولاس من درع التام المستمر مع الافعال اللحظية او الافعال التقريرية افعال الادراك والمشاريع الحياس والادراك طيب لما اقول لي a fast car has been crashing into a rock هي تعد تصدم كل شوية ما ينفعش crash تيجي في الاستمرار وبالتالي تبقى ايه a fast car has crashed طبعا الفعل crash ده لا يأتي في الاستمرار ويكتب برضو جنبه كلمة break برضو لا تأتي في الاستمرار لما اقول we have been owning this flat for fifteen years ما ينفعش لان ده فعلي يمتلك من افعال الامتلاك فبالتالي او التملك زي الافعال التقريرية لا تأتي في الاستمرار فقولها we have owned she has been knowing كلمة نوع اصلا من الافعال ايه الادراك طبعا فبالتالي مش هي انفع عجبها في الاستمرار وقول ايه she has known these friends for a year وجه دلوقتي دورنا مع حل الاسئلة على الجرامر طبعا منكن توقف الفيديو وتحل الواحدك الاول بقى ترجع تشغل الفيديو تاني عشان تأكد الحل بتاعك وتعرف السبب بتاع الحل نبدأ بقى مع اول حاجة number one هنا بيقولي number one my sister not at university for three years she comes home every week in عايزولي النخطي طبعا في الجامعة بقى لها ثلاث سنين وبتيجي طبعا كل ايه كل اجازة نهاية الاسبوع يبقى has been تمام number two I started my job ولا انا بدأت الوظيفة بتاعتي I have met important people from all over the world يعني زيولك من ساعة ما بدأت الوظيفة بتاعتي وانا طبعا بقى قابل الناس من ايه من العالم كله او من جميعا حال العالم زي بيقولهم اذا هتبقى ايه since تمام لاني جاي ورها من جملة مضة بسيط وممكن تيجي في الاول زي ما شفته دلوقتي number three his style of painting not over the years يعني الاسطيل بتاعه في اللي ايه زيقولهم في التلوين او رسمي يعني يعيز يقولك اتغير على مدار السنوات يبقى هذا تمام طبعا هنا ما ينفعش اقول have لان هنا هزي style of painting في محل فاعل مفرد number four نجيب محفوظ كتب نجيب محفوظ aim to many languages يعني يعيز يقولك ايه الترجمة للغات عديدة كتب نجيب محفوظ ديت هي مش هي اللي ترجمت ده هي تم ترجمتها اذا ديت مفعول اذا جملة مبني المجهو يبقى تكون الصحيب عندي ايه have been translated number five it's a month نقط him the last visited hair uncle يعني ملت لكم لما يجي اتس وجيب مدة زمنية بقيت بعد جملة مدارة بسيط يبقى لطلت بقى ايه since تمام يعني عدى شار من ساعة مهن دي اخر مرة ايه زارت ايه زارت عمها number six doctor is funny he has always to his clinic by scooter دكتور بركات طبعا يعني انسان ايه مرح جدا وده من بيروح ليه العيادة بتاعته بالسكوتر تمام come ولا been coming ولا came ولا comes طبعا هتبقى ايه come تمام ليه هنا come بقى ويومي مستر بدافع لمصدر لا خلي بالك ده كلمة come تصريفتها come came come يعني الاول زي التالت فطبعا هتبقى letter a عشان عندي هنا has قبله always number seven doctor is funny he always not to his clinic by scooter المراضي بقى بقى بقول لي دكتور براغات اسفني ما جابش هنا has بس he always بيكلم على حقيقة الحقيقة طبعا في المدرع البسيط يبقى ايه أو عادة متكررة يبقى ايه always يبقى comes letter d تمام يبقى بدل جاب لي always ومدرع البسيط هنا يبقى جبت comes number eight هي نقط on that project for two years and not finished ذلك هو شغال على المشروع ده بقى له سنتين ولم ينتهي بعد خلي بالك إذا انه بدأ وليسه مستمر يبقى has been working تمام number nine the forest fires for three weeks now we need a lot of rain to put them out هدولك هنا الحرائق بتاع الغابات هدولك ايه مشتعلة هدولك مشتعلة بقى لها ده بقى لها حتى الآن ثلاثة أسابية اذا لما يجيب لكلمة four تمام ويجيب لكلمة ناو معاها بجيب على طول ايه مدارع تمام مستمر طب forest fires ده اسم جامع يبقى have been burning امام number ten the forest fires for three weeks now there are no trees عايزوا قولينا ان حرائق الغابات اشتعلت لمدة ثلاثة أسابية ودلوقت ما باش فيه أشجار يعني حارت الأشجار كلها اذا انت حدث تم في الماضي ولا هو أثر في الوقت الحاضري have burned تمام number eleven I haven't seen him والله انا ما شفتهوش we were together منذ كنا مع بعض يعني ساعت ما كنا مع بعض يعني بقى since تمام لان السنس هي اللي بيجوارها جملة ماضي بسيط وابلاها مضرعتان number twelve I have a car since twenty eighteen تقول لك انا كان عند عربية او عند عربية من ساعة ايه او من سنة الفين وطمنتاشر لسه موجودة معايا يعني يبقى I have had تمام واحد يقول لها مصر ما انت بتقول لسه العربية معاه بس كلمة هنا had اصلاها have يمتلك وكلمة يمتلك لا تاتف الاستمرار فمشين فهاجيب مضارع تامستمر اللي هو لتر به هاجيب لتر ايه تمام number thirteen she has نقط three letters this afternoon قبل العدد فمش هاجيب مضارع تامستمر زي ما قولنا هاجيب ايه مضارع تام بس يبين written تمام number fourteen they are angry they not for us for ages هم مغضانين ده هم منتظرين بقى لهم فترة زمنية طويلة فترة زمنية بإذن ايه have been waiting تمام number fifteen they were angry they not for us for ages هنا المرة اللي فتقال they are angry ده الاثر او النتيجة مترتبة في الماضي فقاب لي هنا ايه مضارع تامستمر طب لما قولي they were angry هم كانوا غضبانين they not for us for ages الزمن هنا تغير من مضارع تامستمر الى ماضي تامستمر ليه بقى لما احنا كلمنا عن مضارع تامستمر قلنا الاثر بيكون فين بيكون في المضارع لكن هنا الاثر في الماضي يبقى لو كان الاثر في الماضي وماضي تامستمر لو الاثر في المضارع هي مضارع تامستمر تمام number 16 he has in hospital او he was in hospital because he not an accident هو طبعا في المستشفى لانه ارتكب حدثة او عمل حدثة طبعا ووجوده في المستشفى مترتب عليه ارتكاب الحدثة طب الاثر بتاعه ايه في الماضي تمام اذا نجيب ماضيته يبقى أنا had had تمام number 18 او number 17 الاول he is in hospital هو موجود في المستشفى because he not an accident هيا بقى المراد قال لي he is in hospital نفس الفكرة بتاعه تربعتاشر وخمستاشر اذا نجيب ايه مضارع تام تمام لان الاثر هنا موجود في المضارع انه هو في المستشفى دلوقتي فبالتالي هو عمل حدثة لكن المكان الموجود في المستشفى في الماضي جيبت الماضي تان number 18 i have نقط this page four times and i still don't understand it all يقولك انا قرأت الصفحة ديت اربع مرات وما زلت مش فهمها حتى الان يبقى i have ايه انا عايز بعدها فاجيب تصريف تان يبقى red تمام كلمة read التصريف تاني بتاعها number 19 i am dead tired انا عايزه لك انا ميت من التعب i know at fourteen hours now انا شغل لحد دلوقتي يبقى لعشر ساعة اذا انا هو لسه مستمر في العمل يبقى ايه have been working تمام number 20 i was dead tired i know at fourteen hours انا ميت انا كنت ميت من الايه من التعب i know at fourteen hours اصلا اشتغلت لمدة عشر ساعة مش ينفي عجيب هنا بقى مضارع كم مستمر تابع بقولك اللي فات كان بقولك i am dead tired كانت i am لكن دية i was يبقى هنا مش هجيب مضارع تام مستمر انا هجيب ايه هجيب ماضي تام مستمر يبقى have been working تمام number 21 nowale's younger sister has studied the best tense but she hasn't studied the present perfect يعني عايزه لليه اخو او بنت بقى هنا سيسر اخت عايزه لليه ان اخت نوال الصغيرة has studied the best tense درسة الماضي البسيط she hasn't studied the present perfect لكن هي لم تدرس المضارع التام حتى الان يبقى ايه كلمة يت تمام number 22 we haven't traveled by train years انا ما سفرناش بالقطر بقى لنا سنين يبقى ايه four years كابل مدة زمنية number 23 i haven't seen the new adventure film انا لم اشاهد فيلم المغامرة الجديد ازولك ايه حتى الان يبقى ايه يبقى يت تمام number 24 احمد نواط لندن he is going to return to Cairo next week ازولك ان احمد راح لندن وهي يجي يرجع الكاهيرا الاسور قول ازان هو ايه لسه هناك يبقى has gone to number 25 كريم has been really good at english كريم فعلا كويس في الانجليزي نواط بس انت سمعانها بيكوز لان number 26 ايه نواط four collections of short stories by محمد شديد هزولك هنا انا قرأت يعني اربع مجموعات من القصص القصيرة اللي طبعا المؤلف اسمه محمد شديد لو كان الاسم صح يعني هنا هي تبقى ايه have read ليه ليه مولتش مدرع التام مستمر قالك لاني انت قلت هنا four لما اجيب العدد زي مولنا تعبير دول على العدد او كمية ما اجيبش مستمر اجيب مدرع التام فقط تمام number 27 for the last three days لمدة 3 يام الاخيرة اي نواط 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 number 28 how long نواط قالك i wish it would stop how long اي نواط طبعا هنا بيسأل لي على كم طول منذ زمنية يبين التكوين تكلم على ايه على انها مازالت تحدث has been raining يعني يقول لك طول المدة اللي جواب مازال مستمر في المطرفية قلت والله انا اتمنى انه يطاقف دلوقتي اذا ان هو مستمر تمام number 29 عمر in a band since 2011 يعني عمر عايز اقول لك ان هو بيعز في فرقة موسيقية من سنة 2011 now he is او he is اه it's a master vionist اذا ان هدلوقتي هنا هو بدأ في الماضي ولسه شغال في الفرقة الحاد دلوقتي يبقى has been playing تمام number 30 look someone نقط that window ولو بص فيه طبعا شخص بيكسر الشباك ده او كسر الشباك ده خلي بالك بعده ليا مستر look كنا اخدينها لما تجيب زمن مستمر بس كلمة break لا تأتي في للسمراء فهجيب اقرب زمن لها has broken خلي بالكم كل الافعال التي لا تأتي في للسمراء سواء كانت افعال تقريرية اقف على لحظية كلمة crash او زي ما قلت break دلوقتي دي بدل ما تجيش في الزمن المستمر اجيبها الاقرب زمن لها اللي هو زمن البسيط تمام number 31 دولك انا عارف انا اعرف مستر احمد او مستر احمد حسن ده ليه لعدة سنوات يبقى have known يا مستر ما انت لست تعرفه يبقى جيب مستمر يقولنا تاني ان كلمة no لا تأتي في للسمراء معناها يعرف number 32 دولك انا زرد الاجداد يعني عدة مرات هذا العام جاب لي many times تعبير يدول على ايه عدد المرات اه فبالتالي ما اجيبش مدرعة التام مستمر ما لا يجيب ايه مدرعة التام بس يبقى have visited تمام number 33 نقاط have you been studying english بدك بترس انجليزي عد ايه اذا بيكلم على مدرعة التام فما يسأل في المدرعة التام اجيب ايه how long لو قلت how long ago يبقى تكلم في مده بسيط number 34 نقاط did you start المرة دي جاب لي ايه مده بسيط يبقى على طول ايه how long ago تمام number 35 you know what your room for more than an hour يقول له انت ايه انت طبعا يعني بقى لك بتنظف الحجرة بتاعتك بقى لك اكتر من ساعة تمام بقى له اكتر من ايه من ساعة بنظف الحجرة when on earth will you finish هتخلص امتى يعني عايز يقول له هنا انت مستمر يبقى لك فترة طولة لسه مستمر لحد الوقت يبقى ايه have been cleaning حتى يقول له هتخلص امتى اذا نقول لك فترة مستمر number 36 the presenter المقدم البرنامج for two hours i wish he would stop والله انا طبعا ان هو يتوقف اذا ان راجل ده بقى له بيكلم بقى له ساعتين اتخنقت منه زي بعض الناس ايه اللي في التوكشو كده يبقى has been talking تمام number 37 the flat is now ready to be furnished الشقة دلوقتي بقت جازة ان انا نحط فيها الاساس i not it يبقى انا ايه انا خلاص ايه قمت بطلقها يبقى have been يبقى ده حدث تم في الماضي واصرف المدرعه ان هو الشقة اصبحت جازة عشان يحط فيها الاساس number 38 نقاط to this club before زل هو انت قبل كده رحت يعني النادي ده قبل كده هل تسبق لك اذا ايه have you been تمام number 39 she not in liverpool all her life هي عايشة في liverpool طول حياتها اذا اذا ايه بدأت في الماضي ونسا عايشة دلوقتي اذا اللي تربي صح وكمان has lived برضو صح اذا letter d يبقى b و c صح تمام number 40 i letters all day i wonder when i will finish يقول له انا اعدى اكتب خطابات طول اليوم انا يعني i wonder بتساءل when i will finish امتى هخلص يعني اذا ان هو بدأ وليسا مستمر يبقى have been typing number 41 i know 10 letters today جبل العدد انا كتبت عشر خطابات حتى الان يبقى هجي مضرع التنبس لان اذا حدث قابل التكرار ما اجيبش التنبس مستمرة عشان هنا اذكر العدد تمام number 42 it no up for two hours now the sky is clear السامة دلوقتي اصبعت صافية يعني الجو مطر وانتهى خلاص يبقى has rain تمام number 43 she no up about yourself non stop all evening عايزوا لان هي بتتكلم عن نفسها بدون توقف طول الليل اتمنى ان هي تتوقف يعني اذا ان هي بدأت تتكلم ومازال تتكلم او تتحدث اذا ان هي مدورة التنبس سامر he has been talking تمام number 44 it's the first time i know the skateboard دي اول مرة ليا ان انا ايه ان انا طبعا اشوف او ايه ان انا اه اشوف ايه بتاع الجليد يبقى see have been seeing so have seen طبعا اذا ان تبقى have seen بتكلم على خبرة الاول مرة تمام number 45 i know what my friend for ages عايزوا لك انا ايه انا طبعا ما شوفتش صاحبي او صديقي لفترة زمنية طويلة اذا ان تبقى haven't seen لم اراه تمام او لم اقابله number 46 i know what on this essay all evening i am still to write the conclusion زولك انا انا مستمر في كتابة او في العامل على المقال ده طول الليل وما زلك بكتب الايه الخاتمة بتاعته اذا ايه have been working حدث بدأ وما زال احتشو مستمر او number 47 i know what six cups of coffee today قبل عدد فنجيل اول انا شربته شربت ستة حتى الان يعني ممكن اشرب كمان اذا انت ايه مدارعته يبقى have drunk تمام number 48 has some done all the washing up the washing up هنا ايه بقى طبعا already بالفعل وهنا جايب لي اسلوب تعجب يعني مستغرب ان هنا سماء هل سماء خلصت فعلا الغسيل هو كان متوقع انا متخلصي فبالتالي جاب لي ايه جاب لي already فاخر الجملة عشان تعبر على ايه على اسلوب تعجب great news اخبار عظيمة you not the competition ده انت فزت بالمسابقة يبقى you have won the competition number 50 علي نوع his wife since he was a child هزولك علي يعرف زوجته من ساعة مكان مكان هو ايه مكان طفل صغير اذا ايه has known يا مصر ما انت بتقول بدأ في الموعد وليسه مستمر ما هو يعرف دلوقتي ما ينفعش برضو تاني بقولها لك no تيجي في الing ما جيش في السمرار number 51 it's more than 40 years since I traveled abroad يعني ايه بقى لأربعين سنة من ساعة اخر مرة انا سفرت للخارج معنى الكلام ده ايه يعني I lost لترسيه تمام صح كده I lost traveled abroad 40 years ago يعني اخر مرة سفرت للخارج من اربعين سنة تمام number 52 this is the sixth email ده الايميل السادس ايه اللي انا كتبته او اللي انا ارسلته النهاردة يبقى ايه I have sent today ما جيبش مستمرة عشان ذكره لعدد الايميلات number 53 I started to know my neighbor انا بدأت اعرف جاري عمر ام تبقى when we moved into this flat 10 years ago لما انتقلنا من الشقة دي اتمنى عشر سنين معنى الكلام بايه ركز كده وشوف اللي جابة الصح طبعا تبقى ايه letter D I have known my neighbor عمر since 2012 يعني لو تحسب من دلوقات عشر سنين مضم يبقى مساعة 2000 و12 تمام number 54 I was on the ground just after the finishing line out of breath خلي بقى من كلمة طوز هنا انا كنت واقع على الارض بعد خط النهاية اطع نفس خالص بعد ما خلصت السباقة يعني اذا نحادي يقول لي يا مصر I have run خلي بالك بقولك الاثر هنا في الماضي يبقى على طول ماضي تام يبقى I had run مش I have that number 55 I am on the ground قبل هنا مضارع خلي بالك just after the finishing line out of breath نفس كمنا اللي فاتح بس الاثر في المضارع يبقى على طول مضارع تام يبقى هنا letter A I have run 10 km تمام يبقى لما الاثر يبقى في المضارع اجيب مضارع تام لما الاثر يبقى في الماضي اجيب ماضي تام number 56 طبعا هو جاب هنا نقطة معنى كنت نعيز لك الجملة اللي هنا الصحية في المعنى من دول طبعا لما تركز في الجملة الصحية فيهم هتجد ان هي letter A letter C تمام I have drunk for letters of water زكر العدد فبالتالي مش اجيب مستمر اذا letter B غلط لانها ماضي تام مستمر و letter A غلط برضو مضارع تام مستمر وطبعا letter D ما تنفعش تشيبه لك تمام number 57 نقط ناو هي يا طرق ايه الاجابة الصحيحة اللي تنفع تيجي مع كلمة ناو هنا طبعا letter letter D يعني هو لم يشاهد أي much حتى الان بقى له شهرين تمام ما ينفعش ايه الاجابة الصحيحة اللي تنفع مع اي هنا ركز كده يترقل haven't seen my cousin since last October didn't see my cousin for last October A و B haven't seen او haven't been seen طبعا دي غلط مية في المية اذا نتبقى letter A letter A تمام احنا كده وصلنا الاخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش عمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس علمية online والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة